السلام عليكم ورحمة الله طلابنا الأعزاء حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في فيديو وفي درس جديد لا ننسى نقول الدعاء اللهم ذكرني ما نسيت واحفظ علي ما علمت وزدني علما اللهم خرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنوري الفهم طلبتنا الأعزاء اليوم احنا في شابتر 13 وبهذا الشابتر راح نتكلم عن المستقبل التام البسيط والمستقبل التام المستمع أرجع وأنبه وأقول هل أنا كطالب اسم بلغة إنجليزية لازم أكون خبير وعلى دراية تامة بكل هاي الأزمنة وشلون أستخدمهن ومتى أستخدمهن الجواب لا هل هاي الأزمنة لازم أستخدمهن بالكلام جواب لا يعني شنو اللعد بس قرهنا على مدى الامتحان لا أهم جواب لا طيب لعد شنو هاي الأزمنة هي موجودة كدراسة أكاديمية وتحتاجها أيضا في حياتك وبالكلام ولكن ما يكون التركيز جدا عليها احنا نفهمها نستوعبها نحفظ عليها أمثلة ونعرف استخدامها وهذا هو المطلوب أنا أصير بها خبير عندك خبرة وأفضل طريقة للسيطرة على الأزمنة هي حفظ أمثلة لكل جمل لكل أمثل لكل زمن الآن نجي على الـ Future أو الـ Simple Future Perfect المستقبل التام البسيط الذي هو المستقبل التام الذي هو المستقبل الزمن العادي وقيل لك هنا ridges Future Perfect المستقبل التام المستمر المستقبل التام المستمر المستقبل التام إذن عدني زمنين خليني أدرس هاي الزمنين وأعرف شن هم واخذ التركيب معلتهم وارجع الى الكتاب هنا اكملاحظوا هم اخوان تتدرون اكو مرات جملة اقدر اكتر استخدم هاي الجملة باربعة ازمنة وكلهم صح تخير يعني جملة واحدة تقدر تستخدم لها خامس ازمنة وكلهم صح مية بالمية المسألة مسألة خيار اللي انت تختاره واهم شي يكون مناسب للمعنى يعني انا عندي جمل يعني بشكل عام بالكلام احنا نستخدم المضارع البسيط ومرات اقدر استخدم المضارع المستمر مو مشكلة وكيد حسب الجملة وحسب الزمن يعني ومرات اقدر استخدم الماضي التام والماضي البسيط يعني ماكو فرق ومرات اقدر استخدم الماضي البسيط واقدر استخدم الماضي التام المضارع التام العفو نفس الشي عادي مو مشكلة حسب الجملة وحسب السياق وحسب النص وشوية شوية من انت تقدر تحفظها امثلا راح تقدر اتميز بناتك يعني نفس الموضوع نفس اللغة العربية اقدر اقول ذهبت الى السوقي او الى السوقي ذهبت تركيب وتقديم هاي مو مشكلة يا اخوان هذي ليست مشكلة صدقوني نفس المسألة يعني شلوما انت لغتك العربية تتلعب وتقدم وتأخر مو مشكلة هاذي الانجليز هيج بس المسألة انت لان عندك ضعف شوية تواجه بيها نشكل طيب الآن خلينا نحكي بزمن المستقبل التام البسيط اللي هو الفيوتر البسيط حتى نعرفه المستقبل التام البسيط الفيوتر بيفكت سمبل او سمبل بيفكت فيوتر نفس الشي قاعدة الزمن فاعل زائد انول او شل زائد هاف زائد فعل تصريب ثالث ثم تكملة الزمنة انا عندي الجملة مالتي اي اي بلاي قوسين هاي الجملة مالتي 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 بلاي نستخدمها بعد الول يعني بعد اول فعل مساعد ما يصبح استخدمها بعد الثاني فعل مساعد عسان عند الهنا هاي الجملة بها فعلا مساعد عندي الول وعندي الهاف بس ما يصبح استخدم الول وهاف وبعض هنط للا لازم الول وراها الهند He will not have played Shall we have worked at school Will we have worked at school الان نجي على المستقبل التام المستمر الى Future Perfect Continuous القاعدة مات الزمن فاعل زائد shall أول زائد have been زائد فعل يحتوي على ing ركز زيان يمي وارجع عنا وبعدها الشل شبه اللغات ما تستخدمها عادة مو مشكلة صح I work at school رح يصير الحل I will have I will have been walking كل هذه كل هذه الاضافات تمت اضافتهم بسبب المستقبل التام المستمر ليش خلي نور حسب القاعدة والhave والبين قاعدة والفعل اللي بـ ING حسب القاعدة الآن اجي على حالة النفي ونبهكم يا اخوان دائما لا تختصرون يا اخوان الاختصار يتعبكم ودوغكم she work at school صراحة صير she will not have been working at school she will not have been working at school طيب نجعل حالة السؤال شرلول زائد فاعل زائد انهاء فين فعل بـ ING ترى ذن خربطا حس نفسك انت سهلا بس والله بالامتحان تخربط بيهن والله انتبه عليهن زين اخوي اخوي we work at school we work at school هاي الجملة مالتية سويها السؤال في المستقبل التام المستمر راح اصير shall we have been working at school shall we have been working at school ممكن اقول will نعم ممكن اقول will will we have been working at school طيب اخذنا ذن الزمنين وان شاء الله فهمناهن اه ما عندك فد شي مهم هنا منطيك امثلة هاي الامثلة عوفها اقرر الامثلة اللي آني منطيك اياها two words verbs اخوان هذن الافعال مهمات call on معناها visit hand in submit اذا استاذ شون تجينا بالامتحان تجيك ثلاث طرق ممكن يجيب لك ال call on ويريد لك visit ممكن يجيب ال visit ويريد call on طيب والطريقة الثانية ممكن يجيب لك ال call ويطيك اختيارات call on, low in, low up, low off هاي الطريقة الثانية والطريقة الثالثة انه ممكن هو بالامتحان يجيب لك ياهن على شكل اختيارات شلون يعني اختيارات يعني مثلا over ويجيب لك قبل ال over take ما هي take ما تاخذ over تاخذ talk فيجيب لك الحرف الجار وانت لازم تعرف منه جار لذلك لازم تحفظ call on معناها يزور hand in معناها يسبت يعني يسلم يسلم فالشي يعني يعطيه put off, postpone عندك take off, leave وإلى آخرية هاذا الترانزnde والانترانزnde Ver الفعل اللازم والفعل المتعدي اخوانيrie وشني يعني transitive verb وشني يعني transitive verb فعلاً لازم والفعل المتعد transitive verb هو الفعل الذي لا يأخذ مفعول به يعني ما يجي وراه أي كلمة طيب شي يجي وراه يجي وراه حرف جار ضرف oh he slept هذا فعل لازم in transitive he slept in the hall هذا فعل لازم ما عندك مفعول به in the hall هاي ظرف he slept fitfully هذا ظرف شون عرف ظرف vly أو ظرف مكان مثلاً in the hall حلو طيب والtransitive verb اللي هو الفعل اللازم هو الفعل اللي يأخذ مفعول به سواء إذا كان ضمير أو اسم i help علي علي مفعول به i الفاعل help الفعل وعلي المفعول به i help him i فاعل help فعل والهم مفعول به ضمير وي choose علي i فاعل choose choose فعل وعلي مفعول به طيب هذا الترانزيتف والإن الترانزيتف وأكو أفعال يا أخوان تاخذ الحالتين يعني أكو أفعال مثلاً عندي call i call him tomorrow i will call him tomorrow سوف أتصل به غداً بس كلمة tomorrow هاي ظرف بس ممكن أقول i call علي يعني نكتب ملاحظة هناك أفعال قد تكون لازمة أو قد تكون متعدية قد تكون لازمة أو متعدية إذن إحنا كتبنا في ملاحظة عن الترانزيتف وهو الفعل الذي يأخذ مفعول به حلو الان الترانزيتف وهو الفعل الذي لا يأخذ مفعول به لازم والبوث هو الفعل اللي يجي مع المفعول به ويجي معه يعني يأخذ يعني مرة لازم ومرة متعدية زين شون عارفوا حسب الجملة ما كنتي حسب الجملة اللي أنا موجود به طبعاً هاي إخوان اللي أفعال كلش مهم لازم تعرف أنه call on هي ترانزيتف بس call up هي بوث لازم تعرف أنه get up هي إني ترانزيتف فهاي الأفعال مع الحروف الجر لو إياهم نحفظها كلهم ذني وهذه تحفظهم وهذه تحفظهم كل ذني مهمات كلهم كلهم مهمات جداً ليس بوث مهمات خوان معاني الكلمات جداً مهمة يعني شن معنى كلمة call on lock up بذنة كلش مهمات ركز لعينين شوية take off تحفظهم لا ننسى مرات الأستاذ يقول لك لا يريد أشياء أكيد لست تدرسها أنت يقول لك هاي ماريد هاي ماريد أكيد أنت تختار بس الشغلات المطلوبة يعني بس الأشياء المطلوبة ملحظة ملاحظة الآن عندي هنا ملاحظة يقول تخطير كما يكون يترسل من بيطار كما يترسل كما ترسل هاي مفعول به الفعل اللي ياخذ مفعول الظرفين أو يتكون من جزءاً يقول هل تلك المفعول لم يحدث بين دو جزءاً من ملحظة كامل كامل و جزءاً حسنا المتحدث مع الان بعض gest عشر نحن افصل المفعل ينبع يعني 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 مقمنا يعني معناها ذني ماين فاصلا الافصل ما نقدر نؤخر لهم لأنه كلمة خلق نستطيع أن نحرك حرف الجرء للفعل نستطيع أن نحرك حرف الجرء للفعل إلا في فعلين فهما شواذ إلا فعلين اللي هما الـ Called On ما نقدر نحركهم Called On والـ Got Over تبقى مع بعض شوف اللي هنا الـ Called Up صار بالأخير هي بالأصل كانت هيتي بعدين صار بالأخير يعني يصير أشوي هيتي نعم يصير مثلا عندك هنا Called Here Up هل أو صارت بالأخير زين نعم يصير يصير هيتي مو مشكلة يصير هيتي مو مشكلة هي هال ملاحظة اللي قلت لك عليها طيب ننطينا أيضا مجموعة أخرى هنا مثلا call off معناها cancel do over repeat find out complete find out fill out sorry find out discover يكتشف هذاني معانين يعني شنو معنى كلمة go over يعني review يراجع keep on يعني يستمر عندك come over يعني visit come over يعني visit pass out يعني find find يعني يغمى عليه find لأن الكلمات جدا مهمة يا أخوان جدا مهمة تحفظ لي هنهن وحرفت جر مع المعنى ركز لي عليهم صراحة هنه واي يرادلن شوية تعب لذلك أريدك يتركز لي عليهم الآن عدنا tag questions tag questions السؤال الذين كتير لي ملاحظة على السؤال الذين tag questions وهو عبارة عن سؤال قصير في نهاية الجملة وهو عبارة عن سؤال قصير في نهاية الجملة يتكون من خلال يتكون من خلال الفاعل والفعل المساعد يتكون من خلال الفاعل والفعل المساعد يتكون من خلال الفاعل والفعل المساعد وا يعني الفاعل ما لجملة والفعل المساعد ما لجملة فاعل ما لجملة الفاعل المساعد ما لجملة و يجب أن نعكس جملة عند التكوين ويجب أن نعكس الجملة عند التكوين يعني شنو نعكس الجملة يعني الجملة ما التي أسويها إذا هي نفي صير مثبت وإذا هي مثبت صير نفي بمعنى إن كانت نفي فتصبح مثبت إن كانت نفي فتصبح مثبت وإن كانت مثبت فتصبح نفي أخذ أمثل إحنا إحنا عندي she reads books doesn't she doesn't من أني تضيفتها لأن عنده مضارع بسيط المضارع البسيط الفعل المساعد مالتلزز زي ليش خليتها ناطل لأنها نفي حلو he is playing he is playing cricket isn't she she played didn't she ليش خليتها didn't لأن ماضي he was reading wasn't he he has written an email هذا مضارع تم present perfect hasn't she he had written hadn't he ليش خليتها نفي لأنها مثبت شوف لأنها هي نفي رح تصير مثبت مثال على ذلك I want بمعنى I will I will شوف صارت will I كانت I will will I هاية الأمثلة قدامك حتى إذا كان فعل ناقص he can run a mile can't he يعني معناها مبلة can't run a mile can he يعني بمعنى he was reading a book هو كان يقرأ كتاب أليس كذلك مبلة احنا نقول باللهجة العرقية مبلة أليس كذلك he wasn't read a book لم يكن يقرأ كتابا أليس كذلك هذا هو هذا هو التاج question